بيبدأ الفيلم وبنتعرف على إيسان و إيمي وهم يلقانين في عربية وبيحاولوا يوصلوا لمكان آمن والأخبار في الراديو بتقول إن فيروس قاتل بدأ ينتشر والمزيع بيقول إن السلطات بتنصح الناس إنهم يلاقوا مكان آمن عنشان يغضوا ملجأ وهو بيتناقش إزاي يوصلوا لمكان ده إيسان و إيمي بيتورطوا في حدثة في الصبح إيسان بيصحى من النوم وبيلاقي إن في وقت جبير عدة وبشوف نفسه في نفس الظروف اللي كان فيها بعد الحدثة الأخيرة بيصحى ومش منكز بيخرج من عربية من باب الراكب وبيشوف دم على الأرض واضح إنه دم إيمي بيسرق بإسمها وبيتحرك في المكان وإحنا بنشوف إن المكان كان مصرح لأحداث مرعبة في شوارع مهجورة وبيوت مهجورة وعربيات متضمرة وده بيوحي إن وقت جبير عدة وكمان بنشوف الناس على أسطح البيوت بيطلوهم المساعدة وفي بعد المسافة بنشوف طيارة تجارية كبيرة متحطمة على تل إيسن لسه بيدور حواليه بيشوف عربية جاية وبيطلب من اللي فيها يقاف الراجل اللي في العربية مسلح وبيسأل إيسن إذا كان ضايع إيسن بيقوله لأ لكنه صحي هنا ومش عارف هو فين وبعد ما قاله كده الراجل بيطلع السلاحه في وشه بس قبل ما يلحق يضرب حد تاني ضرب عليه كمان من المكان تاني وبيضيع الهدف وده بيخلي الراجل نفسه يضيع الهدف بتاعه اللي هو إيسن اللي بسرعة بيخب نفسه وراحيطة والراجل بيضرب عليه كتير والراجل اللي في العربية بيضرب عشوائي وبيحاول يضرب اللي بيضرب عليه وبعد شوية الراجل بيتضرب هو كمان وسواء العربية إيسن بيحس بالراحة وهو شايف إن الرجال اللي حاولوا يقتلوه دلوقتي وعين على الأرض بس القناص الغامض بيبان وبيروح ناحية الراجل اللي وقعه بيخلص عليه القناص في الحالة دي بتكون ماية بتقوله إيسن إنه ويبقاش لوحده برا بعد كده وإيسن بيحاول يفهم إن اللي معاين في العربية إيسن بيحاول يشرح لإيمي إن اللي حصل معاه مع السمية بتقوله إن منازمة سعيدة بحاجة هم بيحاولوا يشئله جوثة الراجل من على الأرض بس قبل ما يوصل إيسن بيفقد الوعي وبيصحى لحظة وبيشوف نفسه بإثناء ألفة عربية بس بيفقد الوعي تاني وبيحلم بحلم قصير بإيمي اللي بتتشال معاه إيسن دلوقتي بيصحى في السرير وفي قطته وعلى طول بيطلب يوم المطبخ في البيت وبيشوف ميه تاني بيسأله إيه اللي فكره بعد ما جود بيفتكلي إنه كان بيحاول يوصل لمكان تاني مع خطبته إيمة إيسان اللي مش فاكر حاجة تانية ومصدوم إن اللي حصل في العالم وهو شايف قصصات أخبار على الحيطة ماي بتفصله إن كل ده حصل من سنين وإن العلماء بيقوله إن ده كان من الطبيعة اللي بتحاول تعيد توازنها عن طريق قضاء على البشر ماي بتستخدم طاقة شمسية في المكان وده في اللحظة دي في انهيار حصل ماي بتطلع بره وبتشوف وبتقول إيمة إنه يبضل جوه ومينمس أي حاجة عكس اللي ماي بتقوله تماما إيمة بيطلع بره البيت وبيشوف إنه فيه مزرعة والمنظر طحفة إيمة بيبص حواليه بيشوف استبل قريب وفي حاجة شبه جمجمة إنسان مليانة شبك عن كبوت وبشكل غريب بتتحرك فبيخاف وبيحاول يحزر ميملي جمجمة مايا اللي متعودة على وجود الجمجمة دي من زمان وبتقوله إن دي ميرتل وبتصهر وهي بتتكلم وبتقوله إنها كويسة بس ما توصل لهاش وبعد ما يطنش الحياة الغريبة دي والجو السريالي ده بنشوف الليلة الشمس الأديم اللي عندي مايا بس إن فيه الموضوع بيطلب إنه ياخد نظرة سرعة بيصلح المشكلة بس بيفقد الوعي تاني وبيعمل كل اللي يقدر عليه علشان ما يبانش نرد فعله واقع من أسلوب حياة مايا بس ماقدرش يخب صدمته لما مايا بتشيل حيوانة بوسم ميت عشان تطبخه وبتقوله إنه هيبقى عاشة حلوة النهاردة وهما داخلين البيت مايا بتقفل قفل كتير على الباب وبتقوله لي إيسان إنه ما يبقاش يدور في البيت علشان كل القوضة مليانة بخاخ إيسان بيسأل على نوع الأبخاخ دي بس بيقف في نص الجملة لما بيشوف مايا بتطلع سلاحها بسرعة وبتشاور نحيطه صدمته بتزيد لما بي بتحط السلاح في إيد إيسان وبتقوله إنه يضغط على الزيناد إيسان بيرفض ويتهمني على القرار الصح ويتباين إنه في خدعة في السلاح علشان الجزء الأحمر من الجهاز بتاحها مكشوف وكان هيبقى فيه مشكلة كبيرة لو كان ضرب بعد العشق إيسان بيشكر مياه على الضيافة وبيقولي إنه لازم يكمل الطريقة علشان لسه عنده أمل إنه يلاقي خطبته بس مياه مش نوعية تسيبه يمشي من غير مقابله وبتقوله إنها هيساعدها في توريد الطاقة عن طريق استخدام الدراجة وهي بتشرب مشروب وتحط استوانة على الفوتوغراف لما إيسان بيقولها إنه يدور على إيمي بتقطع عليه الكلام وبتقوله إنه يروح ويرقص معها بيحس بالأحراج وبيرفض بس بيكون الأمي ملامح الوش القاسي بتاع مياه ويبقى واضح إنه مياه وحيدة وتدور على صحبها تختار فيها جديدة أو حاجة في كل مرة وإيسان بيحاول يمشي وبعد الرصة بتقوله يلعب كوتشينا أخيرا لما بقى في وقت متأخر بالليل بتقوله إنها مش تقدر تسيبه يخرج في الوقت ده عشان خطر وبتوع إنها تساعده يدور على إيمي بكرة وفيه قوضة بتاخده ضيوفه لما ما يتنام إيسان بيبدأ يفكر في خطبته اللي ممكن تكون الآن على يد الوقت وذكرته لسه مش واضحة ويفتكر حاجات بشكل متقطع المكان اللي كانوا ريحل له حصلت الحادثة كان جوخ على بحيرة لاتفاق بينهم كان إنهم يروحوا هناك على طول ولو حصل حاجة وانفصلوا عن بعض بالغلط وإيسان بيطنش التحذيرات دي إنه ما يخرجش بالليل وبيقوله إن الناس العربية اللي هي مسروعة أصلا والطريق طويل والجوخ فيه شعر بيوت تانية في المنظر إيسان بيبان على التعب وكان يفقد السيطرة وهو بيغفل بس على القل اللي يفتل على الطريق بتقوله إن البحيرة قريبة وقبل ما يوصل بيفقد الوعي تاني وبيصح قدام الجوخ والعربية واقفوا فيه مصامير كتير مغطية الباب ومحدش بيرد لنه يطلب قيمة بيشير واحدة من مصاميره بيقصر الإزاز عشان يفتح الباب ويدخل وهو بيطلب تاني اللي بيظهر له في الممر دلوقتي مش إيمان اسمها جوليان والولد اللي مستخبه ورق نبق اسمه سام وفيه حال التأهب زي كل اللي قابلهم لحد دلوقتي بتوجه السلاحة نحيته وبتخليه سيبه إذن بدأ يفهم سبب القلق ده كله لما صوت خطوات تقيلة بتبشر بزيارة وحاجة غير مفهومة بتظهر على الباب المخلوق شبه هيكل عظمي إنسان متغطي بالطحالب ونبت صغيرة طالعة من ظهره جوليان بتجري عشان تقفل الباب وإيسان بيساعدها وصابع الإيد الوحشية بتاعته بتلف على الأرض لما باب بيتقفل بس المخلوق ده بيفضل يغز إيسان للأخير بيقدر يكسر شباك تاني ويمسك راس جوليان قبل ما يكسر باقي الباب جوليان بتسيب السلاح من الصدمة بس إيسان بيكتشف إن السلاح فاضي لما بيحاول يستخدمه فبياخد مطرقة على الأرض وبيضرب بها الكائن لحد ما بتشوفه واقع جوليان بتحط الولد على الأرض بعد شوية إيسان بيبص من الشباك على المخلوق وهو مصدوم إن لسه بتحرك بعد كل الضرب ده جوليان بتقوله إن الزومبي دلوقتي حواليهم في مرحلة متقدمة جدا وهم دلوقتي ما بقوش بين قدمين وبطرح الزراعه المكسورة وبتسأله إزاي حصل وإيسان بيتكلم عن خطبته وبقول إن إيما دكتورة إنه بدأ ينتشر بسرعة قرره ياخده ملجأ في الكوخ المعزول جوليان بتقوله إنها تقعد ترقب علشان إيسان يرتاح وبتحضر كمان إنها مش قادر تترد بنات إيلا ولو عمل أي حاجة وحشة معها أو مع الولد في الليلة دي إيسان بيشوف كابوس وحش تاني وبيشوف راجل دقنه طويلة قاعة لطرابيزة في مشاهد مختلفة وفي خطر والأحلام دي دايما بتنتيب صوت ويقوله إصحى بس المرة دي لما بيصحى مش بيبقى مرتاح بالعكس بيصحى ووشه في برك الدم والمنظر حواليه مأساوي حواليه عرش مكسور وإزاز مكسور وبصت جوليان مرمية على الأرض ما بتتحركش إيسان بيخرج من الجوخ وبيشوف ست شعرها أحمر بتاكل حد واقع وهي مش شبه الزومبي اللي شافه الليلة اللي فاتت وكأنها تعادت من فترة رضيبة لما بتتحرك بعيد إيسان بيقرب من الضحية وبيشوف إنها الولد سام إيسان بيعرف بس صورته بيظهر جنب ذكريات وحشة لجوليان بتصرغ باسمه لما الست شعرها الأحمر بترجع تاني مش بتاجم عليه الست دي بيباني إنها بتحاول تتواصل معاه بس مش قادرة تطلع أي صوت مغير صراخات استغاسة لحد ما طلقه فجأة بتخليها طقع وبنشوف إنها كانت ماية اللي ضربتها هي بتقرب بخطوات سبتة ولبس لبس المعركة تاني الست اللي شعرها أحمر بتبدأ تصوت بصوت عالي لما ما بتوصل وبتقل لها جرعة لما بتشوفها بتصرخ على سام كمان بيسألها إذا كان ده ضروري وما بتأكد له إن ضروري تقوله إن الاتنين هيقوموا تاني وإن نضربها بس عشان تكسب وقت هي بتدخل الجوخ بسرعة عشان تتعامل مع جوليان كمان إيسان بيشوف صندوق عصافير عليه رمز شبه وإسم شابه لما بيقرب عشان يبحث الصندوق واجه الصندوق بتتحرك وبيكتشف من كيس الوقت لما بتبقى عارفة إن إيسان مش فاكر حاجة من اليوم اللي فات ما بيكونش عنده اهتمام كبير لما بيتقدم نفسها وبيشوف اللي جواه كيس بيلاقى موبايل وبيشوف إن يمي سجلت فيديو ليه وهو بتعيط قطبته بتقوله إن فقدان الزاكرة بتاعه ده بإنها مش عارفة تقدر تستحمل قد إيه إيسان نفسه بيبان في الفيديو وهو نايم وراها وإيه ما بتقوله إن العالم تغير وناس تغيرت كمان وهي على وجهك إنها تعطي نصيحة مهمة البطارية بتخلص وبيصرف من الإحباط وما بتترجل إنه يسكت عشان كان من صوته العالي يجزي المخلوقات وبتقوله إنه عندها شاحن موبايل في البيت بتخرج إنه يروح معاها إيسان مش بيشك في الدعوة ولا في إنها ظهرت في الجوخ لإنه بجد مش فاكر إنه كان بيسوق العربية الجوخ لما بيصلح العربية بيتأسف إنه مش قادر يستخدمها دلوقتي عشان واحد غاب يسابه البطارية شرغالة وبيقول إنهم مضطرين يروحوا البيت مش بينزل عشان تاخد العجلة وبتعر نظرتها على الأرض ومتشوف إن العدسة مكسورة مية بتسيب وتعلق إنها قترت ناس كتير جدا عشان تحصل على هذه النظرة دي وهو مش عارف إذا كان ده ظهر ولا لأ قسم بيحاول يبقى ودود معها ويوضح إنه بيعاني من فقدان الزكرة مايا بترد إنها عارفة بتكتشف إنهم يعرفوا بعض بعد ما بيمشوا كتير بيوصلوا لآخر مسافة على رجلهم ويبعدوا عن الزومبي في مراحل مختلفة من التحول إسم بيحاول يفتح كلام لكن مايا ما بيعندهاش مزاياك تتكلم لكنها بتقوله بساطة إن زوجها مات هما بيوصلوا للمدينة إسم فجأة بيقف قدام محطة بنزين والبيتبان كتير إنها كويسة وبعدين بنشوف إن واجهة المحل بتجيب له ذكرة وبيشوف نفسه وجاي مع إيمة وبيقول إنه هيحمل لما اللي اتنين يطلعوا من عربية إيمة بتشوف الزومبي اللي بيقرب منهم بعد ما بقى قريب جدا إسم بيصرخ عشان نحذرها وبيضيع الهدف في الطلقة الأولى بس بيقدر ينزل المخلوق في ثانية إيمة تفعل مع بطولته دي بيدفع شوية بعدين الزومبي بيمسك دراعه والذكرة بتنتهي فجأة إسم بيفكر إن زاكرته خلت في دوره جديد وما بيتقدم نفسها مرة تانية بس هو بيقول لها إنه فاكرها وبيحاول يداري في قدان الوعي بتاعه وبيمثل إنه بس كان هيتكابل وما هي بتشكي بحاجة غلط وبتطلب منه إنه يسكت وبتصرخ بالهددات ويمسك السلحة وبتكتشف الراجل في الحوج بيقدم نفسه على إنه تم وبيقوله إنه بيدور على مراته وإنه هي قبل أي نوع من المساعدة ما هي بتاخد سلاح منه وبتقوله إنها مش بتسك في الغرباء وبتقدم له أكل مقابل المساعدة اللي اتنين الرجالة مع بعض بيقضوا العصر وهما بيحطوا خشب وهي بتطبخ دايماً بتبص عن الشباك لما بقى في فرصة إنه تقوله إنه محتاج يروح الحمام وبيروح يجيب السلاح التاني اللي كان مخبيه وما هي بتقدم اللمون مقابل المساعدة وبتطلب من إسان إنه يبقى يقول إنه مش جعان وهو مش فاهم ليه بس بيفكر إنه أحسن إنه يتاعي القوامر وبيحاول يداري صوت معدته وتوم بيظهر صورة مراته فران اللي اختفت وهي بتستذكر حاجة قالتها إنه لقيت بيت شبه البيت ده بالزبط إسان هو بيسمع الراجل التاني بيحس بالدوخة وبيفقد الوعي وتوم بيستغل الفرصة وبيمسك مايا بالسلاح وبياخد منها سلحها وبيبتفضل هادية حتى لما بيتعدى عليها لكنه بيحس بتأثير المهدئ اللي حطي طوله في الأكل والدوار بيبطل حركته وتوم حاسس إنه تخدع ومايا بتصرع العملية بضربة على رأسه وبعد شوية إسان بيفوق وبيشوف إنها مش موجودة بس بيسمع صوتها بيقوله إنها ترجع على طول كده يا مايا بتحاول تصحي توم بس كان بيشوف الباب بيتفتح واتنين مسلحين داخلين واحد بيحاول يصحي توم وهي بترجع وبتدشر الأسنات وبطلع سرنجة في إيديها ومايا بتقبض عليها على طول ويدي يلعى كرسي وبتدعي إنها مريض السكر وإن الحوالة دي إنسولين بس محدش بيصدقها توم بيفوقوا بينادي على شركاء باسمهم واحد واحد فوكس وولف بيقولوا إنه هيدور في البيت كله لحد ما يثبت إن فيه فران كانت هنا قابل يبدأ بتحذير وولف الرهينة ده صعبة جدا إسان بيروح معاه في البحث وتوم بيحاول اقنعه إن مايا عملت حاجة مش بس لفران بس كمان لإيمة وفي الصالة وولف بيسأل على اللي في المغزن ومايا بتقوله إنه بس شوية تراب وبيشوف علامات قلع على وشها وبيقوله إنه هيروح يشوف إسان لسه ضعيف ودائما مشوش مش ميصدق نظر التوم لحد لما بيلاعى عدد إيمة في الأرض والقوضة توم بيجرى على السلم ومع شنطة بيهضر محتويات على التربيزة في كروت وحفظات ومستندات وحاجات تانية مجموعة مش ممكن تقوله شخص واحد وده بيبان أكتر من نتيجة مشوار طويل والنظرات المختلفة بتثبت إنها ما كانتش بتجذب لكن قالت لإيسان دي فوكس بيشد انتباه توم لعقد فران من بين الحاجات وتوم بيتحطن تماما في الوقت ده إيسان بيقرب بالسلاح وبيطلب منها إنها تقول الحقيقة عن إيمة وبتقول إن البنت ماتت من زمان وبتدعي إنها مش مسؤول عمتها فوكس بيكرر إن يروح مع وولف اللي بيهدم المغزن بالفاس لما بيدخل بيشوف إن المكان تحول لمستشفى وبيعرف المريض اللي في السرير إنه واحد من أصحابه ودلوقت نقصه دراع وفي نفس الوقت توم بيتصدن لما بيسمع إن إيسان عنده فقدر للساكرة وبيطلب إنه يفتكر إزاي قصر دراعه هنا مية مضطرة تقول الحقيقة وما بتوضح إن فران ماتت تهية كمان في الوقت ده وولف بيخرب من المغزن عشان يحذر توم وبيقع في فخ وبيسبب انفجار إيسانه بيقع جنب ميرتل اللي بسرعة بتاكل منه ولما بيحس إن أصحابه مشه بيقرر إن يخلص على مية مرة واحدة وللأبد من غير ما ياخد باله إنه بيستخدم سلاحها المفخخ الطلقة بتقطع دراع توم واثنين بيتحرك بنفس الطريقة اللي ميرتلت حركت بيها وبدأ يتحول وماية بتتجمع على الكرسي وبعد شوية بدأ يحس بالمرض وهي بترديه بطريقة حنونة وبتقوله إنه مش هيفتكر أي حاجة من دلوقتي وبنشوف حقيقة كلامها في اليوم اللي بعده لما قسم بيصحى وميش يعرفها وهي بتقوله ببساطة إن الأكل خلص والإتنين محتاجين يخرجوا يصطادوا هو بيطلع من السليب يفقد الوعي تاني وزاكرة تانية بتيجي بباله وبيكون ماشي مع إيمة ناحية بيت مي اللي بيبان إنه مش مهتم بيها أكتر الرجل اللي قدام بيقطع خشب وهو نفس الرجل اللي بيبان في أكتر من كوابيس إيثن اسمه قايب يحضر الزوار إن بنته كارلين على برندا ومعها سلاح موجه ناحيتهم كاحتياط إما بتوضح إنه منفصل في الطريق بتطلب منه إنه يديها ملجأ أو على الألأل أكل بيوافق إنه يساعدهم بس بعد ما يتأكد إنه مش مصابين الفحص بيكون سريع جدا وبيتشكك إن إيثن المكسورة دي بيتكلم مع بنته وبيقرر الأدعية بتاعتهم واللي معناها إنك متوسك كأحد إلا بعد ما تتأكد البنت بتقوله إنه ده مش مهم اللي حصل لأخوها بوبي من الأب بيقلم من أهمية الكلام بيوافق إنه ياخد الاتنين والاتنين بيتكلموا شوية في الصالة قايا بيبانوا إن راجل متدين جدا وعنده أراء قوية مش بيحب النظرية اللي بتقول إن الفيروس ده طريق الطبيعة عشان تسترد ديها اللي منه وجد نظر المحافظة هو بيعتقد إن دي علامة إلهية إن الإنسان لازم يرجع على الأشياء الأساسية زي الإيمان والعيلة ولما الزكرة دي بتنتهي إيثن بيبقى بره البيت وبيساعد مايا في الصيد هو بيبص على دراعه الشمال وبيشوف إن نون القلب المرسوم على البجيرة عقله بيفكر في صورة مشابهة في كل الصور القلب الأحمر وفي بعض الصور بنشوف علامات تحت الرسم القلب دلوقتي أخضر والعد وصل لعشرين مايا بتلف لما بتشوف إيثن بيحضر سلاحه وبيحظر إنه غلقت في لون القلب وهو مصدوم لما بترد إن القلم الأحمر خلص وبيعرف إن ده حصل كتير الحقيقة إن إيثن تعصف زراعه اليوم ده الأنقص فيه إيمة والجبيرة كانت بالداري طول الوقت مايا بتقوله إن عملية التحول بتقف وكل مرة بيأكل وعقله علشان يمنعهم إنه يتحول لنبات وبيرجعوا لوقت اللي كان أخدهم فيه وبيشوف إنه مش مايا بس اسمها سارة لما إيثن بيبدأ يحس بالمرض بتلف عزر عشان تاخده بعيد العيلة وبتطلع تصلي فوق إيه ما بتطلب من حبيبها إنه يكون قوي وبتقوله إنه مش هتتخلى عنه أبدا بعد كده بتتيب إيثن في الحمام وبترجع للطرابيزة الوحدها وبتشكره على قرم الضيافة بس بعدين قايا بيطلب من مراته إنها تاخد البنت البراندا ويبان إنه مع سلح صارة كان بتتفاوت عارض شوية في الأول بس بعد كده تسمع الكلام وبتمشي لكن في طريقهم البراندا بيبص ناحية الدور اللي فوق وفي دول وبترجع لقايا اللي بتقول لمايا إنها تحط إيديها على الطرابيزة وبيقوله إنه عارف إنه إيثن خلاص ضاع وتحول وبين عليه علامات فقدان الزاكرة اللي بيعاني منها وعلى وشك تحول الرجل النباتي فبيسأل إذا كانت دي الطريقة اللي بتاكل بيها إنها متشتغل طبيعته كرم الغرباء من غير ما يقضوا باله صارة بتطلع السلم وانتهى وراها إيثن في الحمام لسه ويقى تعبان جدا لما بيصاه الحمام صارة مش بتشوفه لغلطة الفضيعة اللي عملتها إلا ما بيكون فات الأوان لإني إيثن هاجمها من صرختها كابت تشتت لسانية وما بتهجم بالسكينة على طول الاتنين بيبدأوا ويتخنقوا وهو بيدفنوا شاف طبق وبعدين بيرمع على الأرض وبتروح للسلاح وبتضرب وبتخلص على آخر فرض في العيلة لأن إيثن بيكون خلص على الاتنين وإيثن بتسمع بصرخة رعب من إيثن وفاكرة شكل وش خطبها في اليوم ده إيثن بيفهم إنها وفد بوعدها إنها مش هتخلى عنه أبدا حياته مسهلة أبدا دلوقتي ومحتاج يأكل كل يوم ومش قادر يأكل أي حاجة معفنة اللي لازم يأكل لحم من الأحياء المستشفى في المغزن والمكان اللي بتخلي فيه بعض الضحايا عايشين عشان تقدر تاخد جزء منهم كل مرة عشان يأكلوا مع الوقت والسنين الكتير اللي عدت الفرق في السن بدأ يكبر وما بقى الشعرفها لما بيفوق فهي أكثر واشف مغيرة اسمها بنفس الحروف بس الإسم الأصلي اسم بيتضمر من الاستكشاف وبيقول إنه بقى وحش بس هي مش موافقة بتقول إن البشر هم اللي عفع عليهم الزمن ومهتدين بالانقراض وإن المصابين هم النوع المهيمن الجديد من غير ما يسمع حاجتها بيقول لا لا ده لازم ينتهي فورا ومهام اتفق معاه وبتعترف إنها مش قادرة تستمر هي كمان لوحدها فوافقة تيل بيقول إنه عاوز يختبره بس بنفسه بيكلامها زي المخلوقات التانية وهو ببساطة مش بيموت فبيقرر إنها تنهي الموضوع بطريقة مختلفة وبتخلي إيه سيني حاول يشوفها المرة دي إنها أما الست اللي حبها وبتسلم نفسها ليه من غير تردد عارفة إنه مش هيكون قادر إنه يتحكم في غرائز الشاب المتحول بيعد شركته من غير سيطرة وبعد شوية الاتنين بيتجمعه تاني بس المرة دي بيقوموا سويينه زي بعض ودي كانت نهاية فيلمنا وأتمنى تكونوا استمتعت وتحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في ترخيصة جديدة